ملامح الادب الاندلسي لم يقتصر تقليد الاندلس على الادب فحسب بل تجاوزه الى اسماء المدن والشعراء فمثلا غرناطة هي دمشق واشبيلية حمص وابن زيدون بحتري الغرب وابن هاني متنبئ الغرب وتلقب ملوكهم بالقاب بن العباس المنصور المهدي المأمون سبب تقليد الاندلس للشرق ان المجتمع لم يكن عربيا صرفا بل مزيجا من عناصر وجنسيات متعددة واستظلت الاندلس تحت راية العروبة والاسلام دون استقلال شعوري وفني عن تراث الشرق اهم موضوعات الشعر الاندلسي الغزل وصف الطبيعة اللهو والمجون والزهد ورثاء الممالك الزائلة رغم ان الشعر الاندلسي بقي طوال الحقبة الاموية يفتقر للعمق وظل مرتبطا بالشعر في المشرق الا انه امتاز بالرقة والجمال والموسيقى والخيال اللطيف والصور المتنوعة يتبين لدارس الشعر الاندلسي ان اهم تجديد وقع فيه قد اصاب الموشحات فالموشح شكل تجديدي احدث في النغمة الشعرية انقلابا جذريا على الموسيقى والقافية لكنه ظل مرتبطا بنفس اغراض الشعر وموضوعاته سلوتم وبقينا نحن عشاقة المدخل الى النص مقاصد الناس في الغزل تختلف فطريق اهل البادية ذكر الرحيل وتوقع البين والوقوف على الاطلال والتشوق بحنين الابل وذكر الرياض التي يحلون بها من خزامة واقحوان وبهار وحنوة وما اشبهها من زهر البرية الذي تعرفه العرب وتنبته الصحاري والجبال واهل الحاضرة يأتي اكثر تغزلهم في ذكر الصدود والهجران والواشين والرقباء وذكر الورد والنسرين والنيلوفر